كتاب مخطوطة من كتب الوالد أبو يعقوب الرفاعية السيد والسيد هاشمان سيد أحمد الرفاعي وزيرنا بشيخ الطريقة الرفاع الصوفية رحمه الله في دولة الكويت هذا كتاب هداية الساعي بسلوك طريقة الغوث الرفاعي تأليف السيد الحسيب الناسيب الفاضل الكامل السيد الشيخ شوه الأقاب عمد أبو الهدى فندي الصيادة الخالدي الله الشيخوني نقيب السادة الأشراب بجسر الشغور دامة بالخير والسرور سبحان الله وهني يعني الله سيد عثمان في البساء تاني هني بعد هو مخطوطة وأن الزكت لا يتشقق هني بعد لقيت سبحان الله أديب الستفريد كل فن ونصيب جناب الحاد ما صرف أندي الحلب المعروف بأنطاكي المهم مننا هو وأنا يمكن هذا كذا يعني فيديو أسوي بس هنا الوالد اللي استوقفتني ورقة الوالد الله مصيرنا محمد وعلى آله وسعب السلم هذه الورقة شوفوا الوالد شافسها ما أدري شو نهي الله يا أهلا طيبة أخذنا ندى السيد والسيد هاشمال رفاعي شعرت أهل البيت وآل البيت واررجعهم وكانها الله أسم الله محمد رحيم يا أهلا طيبة من ديوان ندى السيد والساشمال سيحمد رفاعي بس هذا الشاعر ذياء الدين الصابوني يقول من ديوان نشيد الإيمان لشاعر الدعوة والإسلام ذياء الدين الصابوني قالها طيبة أنتم الأحباب وقرامكم للعاشقين شرابوا آخر شيء كنت ترجو حاجة أو رقبتهم فلكم تحققون المحبة رغابوا المهم من أنا عشان الوقت ما يأخذني أخليها مكانها أنهني شفت في شغلة الوالد بس سبحان الله الله وداني على هذه ما كنت أدري عنها كان الوالد كله يقول عنها بدرسة في المنطقة المنصورية الكويتية يعني أدعية حلوة بحان الله كتاب قديمهم بس هم أنتم تتمعنوا على ما ألقاها الله كتاب قديمة هذي هتبت الشيكك بس هما طبعوه وبعدين ناس قبة الخضراء يا الوالد أحد الإيمان الشرعي أيوة هني إيه وصلت عليها وكذا بس أنا بركز على هذي هذي تفيدكم أنا بالشيء اللي فيد الناس يقول إيه أن يستمد أن يستمد حضرة الوالد شافس الورقة يقول إيه وكان سراج الدين يقول من أراده أي وائد فايدة حق الناس حتى اللي مو متصوفة أن يستمد من حضرة السيدة الكبيرة عن سيدة أحمد الرفاعي اللي مقامه في أمو عبيدة واسط بالمحافظة للأعمارة بالعراق المولود الوالد كان يقول 519 وتوفيه 578 فليقرأ هذا البيتين بعد صلاة ركعتين اللي هم هذي شعر يا سيدة الأولياء يا ابن الرفاع البطل ما صحته في عامل بالكرب إلا بطل فنهض وكن مسعفي وسقي فؤادي بطل الله كواحد سعودي المنشد الطل كلين يتواصل للنسي من طل وصلاة ركعتين ربط قلبه بحضرة الأحمدية وعدد القراءة 11 مره وبعد القراءة يقول يا أسد الله الجسور يا باب حضرة الرسول يا ابن فاطمة البطول يا أبا العلمين يعني هو سيدة الأحمد الرفاع يا محيد الدين يا أبا العباس يا سيدي يا أحمد الأولياء جعلتك وسطتي لباب ربي بقضاء حاجتي فكن وسطتي وأدركني بغوثه وعونه ويذكر حاجته وتقضى ببركة ولايتي قدس رو العزيز قدس سره العزيز وكانت سيد محمد مهد الرواس والي هو شيخ أبو الهدى الصيادة نفعني الله به يقول إذا أراد استمداده من الحضرة الأحمدية بعد الفاتحة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وحضرة السيدة الأحمد الفاتحة اسمه مرحيم الحمد للأرمان يقول الشعر هذا يا سيدة الأولياء يا ابن الرفاع البطل ما صحت في عامل أني بالكرب إلا بطل فانهض وكون مسعفي وسقي فؤادي البطل بعد القراءة 19 مرة قال الشيخ جربت ذلك لأمور كثيرة فانسره الله تعالى بركة سيدة أحمد قد استسره العزيز وقال لي الشيخ صالح ملح حسن الموصل البزاز كانت لي حاجة فاستمديت وغلق قضائها من جانب كثير من أولاء فلم تقضى في خطر لي أن استمد مرة من جانب السيدة الكبيرة السيدة أحمد غسره فقبلت على أبوابه بالقصيدة الآتية فأتي فبقرب فبأقرب وقت قضي الله قضى الله حاجتي كنت أستعملها في كل وقت ولا على حاجة وأروى لمعانا أنوار التيسير ببركاته كنا إذا قرناه في حلقة الذكر القادر الجامع الكبير وحضور السيد محمد النور القادري صلى حدث سيد الشيخ حال عجيب ولد كثير عظيم في كل وقت من أوقات الذكر أحمد الله تعالى حفظ الله بقراءته وهذه القصيدة المباركة هذه بعض هذه بعض طويلة وهذه والأولياء وصل ما نادى محبكم قلبي إليكم بيد الشوقي مجدوب وهي هذه من كتاب نرجع إلى الكتاب الذي هو هذا الكتاب السيدات سعب سوى طريق غوط الرفاعي هذا من هدى الصيادة الخالدي شيخوني نقيم ساشا سرق الشغور بسوريا وشكرا لك وشكرا لك وشكرا لك